موسيقى موسيقى شو رايك بتصريح عمر موسى بان جزء كبير من الازمة الليبية الراهنة يكمن في عدم استغلال ليبيا لثرواتها ممكن يكون صاح ماذا الراجل الهندا خبره كان وزير الخارجية في مصر وكان من عام الجامعة العربية بالتأكيد هو أدرب الأمور هذه ويجتمع مع بعض الأطراف الليبية في مصر غادي هنا لما يمشوا غادي وأول من بايع 17 فبراير وممكن موسيقى هذا طوال سؤالها كيف تصريحها خاطئ تصريحها خاطئ هل يوجد أزمة الليبية في عدم استغلال بايتخاراتها ويجتن العظم ثروات carbono ممكن ممكن لهبس هواantically أزمة الليبية ثرواتها من استغلال جديد جدة حرية هل يمكن بالإخلاء الأمر متبعاء في ليبيا من ناحية الفاترول بين الع住م ومن ناحية عدد السكان قليلا وهي المونفدة والله عدم استقلال ليبيا لثرواتها ظروف غير مواتية التصريح مش نعتقدش نحن غرد نستقر الأمن والأمان إن شاء الله وكذا تستقل ليبيا ثرواتها بجيء صحيح لكن الثروات نهبت انت شفت الوضع عدم استقلال ليبيا ثرواتها ولكن هذا خطأ مش عدم استقلال ليبيا ثرواتها ولكن مأساة ليبيا في عدم الأمن والأمان والحاجات هذه فكيف تستقلال ثرواتها فتصريح صريحة مش موافق للكذا والله تقدر تقول الشي هذا حتى هو مقرر السؤالات تقدر تقول لنفس الثروات واجدة نهذلها نكة فلاصمة صرفان الشيء على الشعب الليبي من البداية وعلى حقولها أمنية وشباب بيني واجدين ضاع مستقبلهم مكة على الأبيض وكانت ثرواتهم يعني شو نقول لك تنهدر على الأبيض هل أصببت الأزمة الليبي صحة بعد مصدر ليبيا ثرواتها؟ أعتقد نفس الشيء نفس تقدر نفس 200-75% الشياضية صحيح صحيح من الأول كانت الثروات تطلع يعطنا الشباب وعيشوا بيهم فهمت فلما جوه هل أصببت الأزمة أصببها سياسية تلتك من أحزاب مثلها؟ والله هذه واضحة ما كان من عكفيك أول ما خش علينا حزب الأخوان ما بنت نقلعه فهمت مش هما مش فيديهم إنه ما يستغلوا ترواتهم مش فيديهم هما شيء يمفرض عليهم من التروات مش فيديهم هما الحزب التوكيب ما قل الحزب هما الحزاب هاي سبب تناثر التروات الليبية واتبعتين يعني كل واحد في جيء ما أعتقدش أن هذا صحيح يعني أعتقد أنه في أسباب كثيرا هي لعدة الأزمة هذي وقد يكون من أهم هي التنحر على السلطة والتنحر على ثروات البلاد لنتيجة وجود السلاح في كل مكان والميليشيات وكل واحد يستغل هذا الوضع قد يكون أنه فيه جزء صحيح لكن أعتقد أنه المشكلة الأكبر هي تنحر على السلطة واستغلال البلاد واستغلال الثروة شكرا لا هو السور هذا مش موضوعي لأن أنت لما تكن متحكم في ثرواتك هو تصريح هو باي ماشي حتى لو مجرد تصريح أنا بنعلق على التصريح إذا كان ثرواتك أنت مش في ديك ومش تحت يدك وما عندك السلطة عليه كيف أنت حكم فيها فيه مصادر داخلية وفيه مصادر خارجية هم المسيطرين على الوضع هم المسيطرين سواء كانوا من ناحية السياسية سواء الاتصادية ورسولي هم المسيطرين عليه فأنت بيش تبت تقولي أنت كليبي مرش مسيطر على ثرواتك وعيداتك النفطية المفقودة أصلا فما أنت ما تلومنيش كمواطن ما تلومنيش لوم الجهات المسؤولة أول واحد تلومها هي هيئة الأمم المتحدة إذا هذه الجهة المتهم الأول والأخير أما الباقي هم متعاونين بس لكن الأمم المتحدة لما تصدق فيها سبب الآزمة والله نقول لك أنا بالنسبة للثروات الليبيين ما حقوهنيش ما طقوش بالشي يعني عرضه لو الثروات توزعت بالعدل ما كانش فيه مشاكل لكن كل واحد قاعد فيه مكان وحيز عليه اللي عنده وهذه سبب المشكلة يعني بصراحة الجماعة مش بقصرين بصدق يعني لو الثروة توزعت بالعدل ومساواة الشعب الليبي صحيحة ما فيش أزمة ما عند ريش مشكلة بش يقول لك مشكلة بين فلان وفلان لا لا بش مشكلة بك يا سلام قال لك فيه بكترة يا سلام بصراحة سلطة هو سبب موقعت لك الأزمة اقتصادية في الأول عرفته تخيل شعاراتنا قدام الليبيين يعني يقول لك بح بح يكيبرا والحل عطيب معناها الاقتصاد صح ولا لا تو هذا شعار ينقلب في ثورة وفرحانين بيها وقل ببح بحها مش يحتي العملية قد يكون كلام مضبوط لكن الليبيين ما قدرش يستغلوا ثرواتهم أصلا ثروات تو ما أعتبر ما هيش في دهم ثروات قاعدة تحت سلطات الميليشيات وغيرها ما همش قادرين يستغلوها لو حصلوا فرصة يستغلوا ثرواتهم وأيامهم يستغلوا في ثرواتهم الليبيين كانوا عايشين عشاء قويسة هو سبب الأزمات اللي موجودة تو لكن مش بدهمة ما همش مفرطين ثرواتهم الليبيين لكن ما قدرش يستغلوها نتيج تقوحها زي ما قدتنا تحت كل واحد دير سلطة في الواحد يعني ليبيا ما فيهاش سلطة إلى حد الآن لا مجلس ولا مجلس نواب ولا مجلس رئاسي ولا الوفاق ولا غير والله هو نشوف هو من ناحية كأزبة البلاد من ناحية أمنية وطبعا ما زالت البلاد ما قونتش حكومة وما قونتش مثل مجلس إنه هو ينظم الدولة فأكيد حيكون فيها أزمة يعني يعني مش يعني وهل نحن قبل يعني هل نحن مستفيدين منها التروة هذي ماش مستفيدين منها التروة فهذا اللي حصل في البلاد طوال البلاد في فوضى والبلاد في عم عليها الميليشيات والجيش ما هوش واخد وضعها مزبوط في البلاد فأكيد حتكون في أزمة يعني خيارات البلاد واجد ما شاء الله المفروض أن نستغلوها في يعني تكاتف جهود مع بعضنا عرفته يبين في بعضنا يعني من كترة عددنا مثلا هذا البسيط مفروض أن تفاهمه وتنحل المشكلين والكلام اللي قذا منطقي صحيح لما أنت جي تنظر للوضع العام للليبيا فعلا نحن التروات لو كان مستغلين نرى ما نشوف الوضع هذا يعني لكن ما يتحكم مش فينا شخص مثلا غير شرعي يسكر المواني الليبية ويخسر ليبيا مئات المليارات أو مئة مليار تقريبا ومبادئين نحن قادئين خشين في بعضنا حروب وقتل وارهاب وتفجيرات وبرنامج يعني كلام منطقي بالصريحة العبارة يعني ما فيش إن الشمس ما تغطلش بالغرباء يعني الله نحن بكون عندنا ثروات عندنا ثروات وثروات لا تعدي يعني ولكن من المشاكل اللي سير عندنا ومن المواضيع اللي سير عندنا ما يعني واحد من ثروات نا البترود اللي اليوم وأمس في جدال عليه شايفيني الشي هذا مع سيد جادران ومع الكوبرى ترى بأن برايم جادران رئيس حرس المنشآة النفطية السابق المقال طبعا هو سبب من أسباب الأزمة الحالية في ليبيا نعم هو سبب من أسباب الأزمة الحالية في ليبيا المشاكل اللي في ليبيا أحد أسبابها هو برايم جادران مشاكل شوف سعر الدولار اليوم كم يكون سعر الدولار اليوم قرب 4 دينار 80 قرش سعر سعر الذهب اليوم 180 دينار يعني كل المشاكل اشتركوا في القناة